السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المتابعين في هذا الفيديو احببت ان اناقش معكم موضوع اعتقد انه مهم جدا وهو موضوع هل تستخدم انتفايروس هناك من لا يستخدم انتفايروس ويعتقد على انه ادكى من الهاكرز وهناك من لا يستخدم انتفايروس لانه لا يعرف غير مهم بضرورة توفر على منتوج او انتفايروس ففي الحقيقة استخدام انتفايروس في عصرنا الحالي اضحى ضرورة مليحة الخبراء اقول خبراء في مجال الحماية ويستخدمون انتفايروس فما بالك باشخاص عاديين ولا يستخدمون انتفايروس لانا الان اصبحت طرق الهاكرز يعني في الاختراك طرق جد جد متطورة وطرق احتيال عالية لمستوى كذلك التهديدات اصبحت لا تهم فقط الحواسين بل اصبحت تمتقل كذلك الهواتف المقالة وهناك الكثير من الطرق التي يستخدمها الهاكرز في اختراق الهواتف الدكية حتى من الشبكات الاجتماعية فبالتالي عدم درايتك او فقط لانك تحب التحدي او التحدي الهاكرز وعمل استخدامك الانتفايروس قد يجعلك تسقط كطريدة سهلة في مجال او كطريدة سهلة في اياد الهاكرز لهذا اقول ان استخدام الانتفايروس هو امر ضروري خبراء في مجال الحماية ويستخدمون الانتفايروس لكن بطبيعة كالحال استخدام الانتفايروس هناك الكثير من شركات الانتفايروس والكثير من المنتجات وهو يبقى على المستخدم اختيار افضل هذه المنتجات وبالتالي فالسؤال الذي قد تطرحه على نفس الان هو كيف يمكنني ان اختار افضل انتفايروس اولا يجب عليك ان تستخدم برنامج حماية معروف اي برنامج له شعبية كبيرة مثلا كبرنامج كاسبيرسكي انتفايروس فعندما تستخدم على سبيل المثال كاسبيرسكي انتفايروس فانك هنا تستفيد من خبرة كبيرة لشركة لها سنوات و سنوات و سنوات من التجربة والعمل في مجال الحماية وبالتالي فالخبرة تستفيد منها و تحمي حاسوبك و هاتفك كذلك من الاختراف طبعا في مجال الاختراف توجد عديد و المئات من برامج الحماية الاخرى وبعض هذه البرامج الحماية الغير معروفة قد تكون بدورها برامج ضارة و يقوم مطوري هذه البرامج بالتجسس على الحواسيب انتلاقا من برامج انتفايروس وهمية منتشرة على الانترنت و نحن نتحدث عن شركة معروفة يجب كذلك أن نركز على جودة المنتوج الذي تقدم لهذه الشركة فبطبعا هناك العديد من المنتجات و لكن كيف أستطيع أن أصطاب المنتوج الذي يوافقني؟ فبطبعا هنا يجب علينا أن تركز على عدة نقاط و تطرح عديد من الأسئلة حول هذا المنتوج و إذا وجدت إجابات عليها طبعا هذا هو البرنامج الذي تبحث عنه فولا نتحدث كذلك عن ماذا يوفر هذا المنتوج كحماية بالنسبة إليه هل هذا المنتوج أو هذا البرنامج يوفر لي حماية عندما أكون أتصفح الانترنت؟ مثلا هل يحميني من الصفحات المزورة؟ هل يحميني من الفيروسات؟ من الورز؟ من الماروير بصفة عامة؟ هل هذا البرنامج يحميني مثلا عندما أتواجد في شبكة داخلية و نحن نعلن و مع انتشار العديد من طرق التي يمكن للحقص اختراقها و أنت توجد معهم في نفس شبكة عندما أتواجد في العمل في شبكة وفي عمومية في مقهى إلى غير ذلك؟ هل هذه التحديدات؟ بالفعل هذا البرنامج يستطيع أن يحميني منها؟ ما هي التقنيات التي يوظفها هذا البرنامج في حماية من المخاطر الأمنية؟ إذن هذه كلها أسئلة يجب أن تطرحها قبل أن تختار برنامج يحميك من تحديدات الهاكرز ولكن كذلك خاصية مهمة جدا وهي الـ Cloud Based Protection أو الحماية عن طريق الحوسبة السحابية رجاء نركز معي، هناك تكنولوجيا جديدة جدا و يجب عليك أن تبحث عنها في برامج الحماية مثلا نجد كاسبيرسكي التي ابتكرت هذه الطريقة و الموجودة لديها بالفعل في منتجتها نجد أن هذه الطريقة تمكن من حماية كل حاسوب على حدى متصل بشبكة الانتبابات بهذا، إذا كان هناك أي نشاط غير صالح في حاسوبة، يتم إرسال هذه المعلومات بسرية تامة إلى خوادم شركة كاسبيرسكي وهو تقوم هذه الشركة بفحص هذه المعطيات قبل إرسال تحديد أمني إلى حاسوبك من أجل وقف نزف هذه البرامج الضارة في حاسوبك هي طريقة جد جد دكية في حماية الحواسيم عن طريق الحوسبة السحابية نعم هذه الطريقة أو هذه التقنية ليست موجودة فقط في البرامج ولكن كذلك في تطبيقات الحماية التي تثبت على الهواتف كل هذه الميزات التي يجب أن تتوفر في برنامج الحماية يجب كذلك أن لا تبطئ حاسوبنا ولا يكون كذلك البرنامج بطيء لأنه إذا كنا سنتمت هذا البرنامج وسيسبب لنا مشاكل في استخدامه أو في استخدام الحاسوب سيكون من الصعب جدا أن نستمر في استعماله لذا دائما كذلك ركز على نقطة أن يكون هذا البرنامج برنامج خفيف الضل وبالتالي فلم يبطئ الحاسوب كما الهواتف الدكية كذلك وبالتالي يجب البرنامج لحدداته أن يكون استخدامه السلس بدون مشاكل أو تشنجات وبطبيعة الحال تبقى نقطة أخيرة هو هل أخطر برنامج مجاني أو أخطر برنامج مدفوع؟ رجعا هناك فرق بين الانتي فيروس المجاني والانتي فيروس المدفوع عندما تستخدم انتي فيروس مجاني فإنك لا تستفيد من جميع الميزات هذا البرنامج أو حتى إذا كنت تستفيد منها كليا فإنك لن تستفيد منها إلا بوقت محدد وعند انتهاء هذا الوقت فإما لن تتوصل بالتحديثات والتحديثات هي مهمة جدا انتي فيروس بدون تحديثات يعني انتي فيروس لا جدوى من لأن تهديدات الأمنية في كل ساعة تظهر تهديدة جداً في كل ساعة، ليس في كل أيام، في كل ساعة وبالتالي يجب أن تتوفر على تحديدات أمنية تسلك باستمرار طبعاً إذا ما تستخدم برنامج مدفوع فإنك تستخدم جميع الخصائص وجميع الميزات موجودة في هذا البرنامج بالإضافة إلى أنك تتوفر أو تصل على تحديدات دورية وبشكل مستمر وهذا أمر ضروري جداً عند اختيارنا لبرنامج أنتفارس طبعاً يمكنك شراء برنامج أنتفارس حتى في المغرب هناك العديد من المحلات التي تبيع برامج أنتفارس ويمكنك بطبيعة حال شراء برنامج أنتفارس لمدة سنة أو سنتين حسب الحماية لمدة سنة أو سنتين حسب رغبتك يبقى في النهاية هناك من يتساءل الآن عن أو ما هي هذا السؤال قد يطرح ومن أعلم أنه سيطرح مثلاً ما هو أفضل برنامج أنتفارس يمكنني أن أستخدمه في حاسوب في الحقيقة يعني توجد العديد من برامج أنتفارس الموجودة في الصوب ولكن إذا أردت نصيحتي فأنصحك ببرنامج كاسبيرسكي لماذا كاسبيرسكي نتنار؟ لأنه يوفر لك كل هذه الخاصيات التي ذكرنا فبالإضافة إلى أن تحديثتي وهذا أمر مهم أن تحديثت في برامج كاسبيرسكي هي دورية يعني حتى يمكن أن تتوصل بعدة تحديثات في اليوم الواحد وهذا يعني أن الشركة يعني منشيطة وبالتالي هناك العديد منها برامج ضرّة التي تحاول الشركة أن تحميك منها في كل ساعة إذا هذا ما يوجد في الموضوع أعتقد أن هذا الفيديو قد كان مفيد بالنسبة للإخوان والأخوات كذلك الذين لا يفكرون في استخدام أنتفارس في حواسبهم أما أنا مقالي أنا أضرب لكم موعد في فيديو جديد عفواً بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر